أولت الدولة التنمية المستدامة أهمية قصوى منذ ثورة الثلاثين من يونيو لعام 2013 حيث ظهر ذلك في تذليل العقوبات التي واجهت تنفيذ المشروعات وذلك لسرعة الانتهاء من كافة المشروعات في التوقيتات الزمنية المحددة لها جهود الدولة لم تقتصر على ملف بعينه لكنها تضمنت المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية وذلك ضمانا لإحداث نقلة نوعية في حياة المواطنين في جميع المحافظات منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد الحكم في عام 2014 شهدت مصر إنجازات غير مسبقة في المجالات والملفات التي تهم المواطن بمختلف المحافظات وكان لصورة الثلاثين من يونيو الفضل الكبير فيما تحقق من تطور في جميع القطاعات الخدمية وضعت صورة الثلاثين من يونيو المجيدة مصر على طريق الخير والتقدم والبناء والتنمية كما أن الاستثمارات التي ضختها الدولة في مجالات الإدارة المحلية خلال تسع سنوات دليل على انحياز القيادة السياسية للعدالة الاجتماعية بين كافة أبناء المحافظات الإنجازات المتنوعة في مجالات الإدارة المحلية على أرض الواقع بالمحافظات تأتي في ظل متابعة دورية ومخصصات مالية كبيرة لتنفيذ استثمارات ضخمة بلغت قيمتها نحو سلاس مائة وستين مليار جنيه دور حيوي لعبته الدولة في مجال الطرق من خلال تنفيذ 12 ألف مشروع بإجمالي استثمارات بلغت تسعين مليار جنيه لرصف ورفع كفاءة الطرق وإنشاء الكبار للحفاظ على أرواح المواطنين وحال الاختناقات المرورية وفي مجال تحسين البيئة ومنظومة المخلفات أنفقت الدولة سبعة وخمسين مليار جنيه على تنفيذ سبعة ألاف ومائتي مشروع وتضمنت الجهود في منظومة المخلفات الجديدة لإدارة المخلفات الصلبة تنفيذ مائتين وخمسة وعشرين مشروعاً بتكلفة بلغت سمانية مليارات جنيه فضلاً عن زراعة سبعة وسبعة من عشر مليون شجرة من خلال المبادرة الرئاسية مائة مليون شجرة وعلى صعيد تحسين خدمات الكهرباء والإنارة بالقرى والمدن نفذت أجهزة الدولة خمسة عشر ألف مشروع بتكلفة وصلت إلى خمسة وثلاثين مليار جنيه كما تم تنفيذ سلاسة آلاف وخمسمائة مشروع في مجال الأمن والإطفاء والمرور للحفاظ على الأرواح والممتلكات العامة إلى جانب إنفاق تسعة وثلاثة من عشر مليار جنيه لتنفيذ ألفين وأربعمائة وخمسة وأربعين مشروعاً لتطوير هيئتي النقل العام بالقاهرة والإسكندرية ودعم تنفيذ احتياجات عاجلة بالوحدات المحلية عبر أربعة آلاف مشروع بتكلفة وصلت إلى خمسة عشر مليار جنيه وبهدف الحفاظ على صحة المواطنين وعلى البيئة نفذت الدولة خطة لتطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية بالمحافظات فتم التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لتحديد مائة وسبعة وأربعين مجزراً لرفع كفاءتها وتطويرها بتكلفة إجمالية قدرها سلاسة وخمسة من عشر مليار جنيه محافظة شمال سيناء احتلت مكانة خاصة في عملية تنمية وتطوير قطاعاتها المحلية من خلال مشروعات متنوعة لرصف الطرق بأطوال بلغت مائة وعشرين كيلو متر لربط مدن ومراكز شمال سيناء بتكلفة وصلت إلى سلاسة مليارات جنيه وبشأن المبادرة الرئاسية حياة كريمة نفذت أجهزة الدولة بقطاعات الإدارة المحلية بالمحافظات مشروعات في سلاسة مائة وخمس وسبعين قرية بتكلفة وصلت إلى إسنى عشر وخمس من عشر مليار جنيه كما تضمنت جهود الدولة خلال السنوات التسع الماضية الحد من ظهور مناطق غير آمنة جديدة من خلال تنفيذ خمسة آلاف واربعمائة وخمسين مشروعاً بالإضافة إلى تنفيذ سلاسة مائة ألف وصلة صرف صحية وحل مشكلات سلاسة مائة وخمسين من المشروعات المتعسرة بتكلفة أربعين مليار جنيه مما أدى إلى توفير خمسة وخمسين ألف فرصة عمل وفيما يخص قانون التصالح على مخالفات البناء والتعديات على أراضي أملاك الدولة بلغ إجمالي عدد طلبات التصالح نحو إثنين وثمانية مليون طلب تصالح وفي مجال تطوير المواقف وساحة انتظار المركبات تم إنشاء وتطوير ألفين وتسعمائة وواحد وثلاسين موقفاً وساحة بتكلفة وصلت إلى إثنين وخمسة من عشر مليار جنيه مع تخصيص عشرة مليارات جنيه لترفيق المناطق الصناعية تشجيعاً للاستثمار تخصيص عشرة مليارات جنيه